الحقيقة تجربتي مع شركة الإردواز الفضي كانت تجربة متميزة الزملاء قاموا من أنفسهم ومن غير أي تعاقد بإبداء وجهة نظرهم في هذه المخططات هذا أعطاني شعور أن الشركة حريصة حقيقة على مساعدتي لإخراج خلينا نقول المنتج هذا بشكل متميز في النهاية فوجود جهة تقدم المشورة تقدم النصح أثناء مرحلة التصاميم وأثناء مرحلة التنفيذ تريح حقيقة العميل بشكل كبير جدا صحيح يعني أشكرك شكرا جزيلا على التوضيح لجميع عملائنا في تنفيذ أنظمة التكييف الكونسلد المخفي طبعا أنت ذكرت نقاط جوهرية اللي هو درولة التعاقد مع شركة تكييف قبل البدء بالهيكل الخرصاني ودي نقاط مهمة جدا جدا يا دكتور لأنه ده بيساعدنا بشكل كبير إحنا كمان كشركة تنفيذ وقت التنفيذ وقت التأسيس للمواصير النحسية وأيضا تركيب مجال الهواء تركيب وحدات التكييف الداخلية ده بيكون على حسب المخطط التصميم المعتمد من البداية ودي كلها خطوات جوهرية إحنا بننصح كل عملائنا ومعنا دكتور هيسم يعني هي تجربة عميل وأيضا إحنا كنا كوردينيتر وهو كان منصق معنا بشكل كبير جدا في جميع الأعمال ده كان في خدمة ما قبل البيع بداية من الهيكل الخرصاني أعمال التأسيس للمواصير النحسية أعمال تركيب مجال الهواء أعمال تركيب وحدات التكييف الداخلية دكتور اللي بنكون حارسين أن احنا وحدات التكييف الداخلية تركب داخل الأسياب الكوردور المغاسل وخلافه لغاية تركيب الوحدات الخارجية اللي عملنا لها فيديو على أعلى مستوى في الاحتياطات الواجب مراعاة لتنفيذ أنظمة التكييف الكونسلد المخفي والاحتياطات للتركيب الوحدات الخارجية نيجي بقى ليه عملية الاختبار والتشغيل يا دكتور مدى رضاك عن تجربة الاختبار والتشغيل لأنظمة التكييف بالمشروع أقول الحمد لله يعني بعد ما تم الانتهاء من كافة أعمال التشطيب كانت الشركة يعني حريصة دائما على عدم وجود أتربة في الموقع النظافة بشكل كامل أذكر أنه حتى تواصلت معاكم أكثر من مرة وحضر الفريق المعني وقالوا لمستوى النظافة غير جيد احنا نرفض تشغيل المكيفات بهذا الوضع فاضطرينا نغسل مرة ومرتين وثلاث الموقع حتى نضمن أنه يعني كل المكيفات تشتغل في بيئة نظيفة ما فيها أي اشكاليات التجربة كانت ممتازة من أول ما تم تشغيل كل المكيفات لاحظنا أنه كلها تعمل بكفاءة عالية لاحظنا أنه ما فيه اشكاليات في الأصوات ما فيه اشكاليات في التهريب والسبب في هذا حقيقة يعود إلى الإشراف الدقيق من قبل الشركة المتعاقدين معها في هذه الحالة كانت الاردواز الفضي متابعة وحرص واهتمام وصدق وأمانة من اليوم الأول إلى يوم تسليم الأعمال بشكل رسمي ترجمة نانسي قنقر